أتمنى أن يتم العمل سيبوا الناس تشتغل بالراحة وتشتغل في هدوء سيبوا الناس تشتغل بالراحة وتشتغل في هدوء في شخص تاني يلا بالمر في شخص تاني دائماً ما يحاول أن يصطاد في المياة العكرة ما ينفعش يتقال عليه غير كده أتمنى أن مثل هؤلاء الناس أن يختفوا من على الوسط الرياضي الوسط الرياضي الدنيا هادي ولكن الرجل طالع يتكلم ويقول لك أسلق أحمد عبدالقادر لاي على الزمالك حضراتكم كده فهمتوا اللعبة ولا لسه ولا محتاجين أن أقول لحضراتكم الموضوع ماشي إزاي يطلع خبر الصبح يقول أسلق عبدالقادر عاوز يبشي وده طبعاً خبر كاذب ثم يطلع أحد الأشخاص المحسوبين على نادي الزمالك ويقول إيه عبدالقادر لاي على نادي الزمالك وهكذا وتبتدي الأمور تشتغل وجمهور الأهلي يشتغل في هذا الاتجاه والأمور الهدف واحد هو تشتيت لعبة النادي الأهلي وعمل نوع من أنواع البلبلة لذا ما بين الجماهين وما بين اللاعبين أو ما بين الجماهين وما بين اللاعب ولكن عشان كده أنا بحبيت أن أرد في هذا الأمر وأتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر وبتكلم هو بمنتهى الصراع بقول لك والكلام اللي بيتقال ما هو الموضوع بيبدأ كده يقول لك آه أصلاح مد عبدالقادر مش عايز يلعب أصلاح مد عبدالقادر عايز يروح الزمالك وبعدين يطلع أحد المحسوبين على نادي الزمالك ويقول لك خلص هو لاي على نادي الزمالك تبتدي بقى إيه من بكرة هتلاقي الكلام هنا وكلام هنا وكلام هنا وكلام هنا فجماعة خلي بال حضراتكم من مثل هذه الأمور خلي بالكم من مثل هذه الكلمات لأنها كرة القدم فيها الاحتراف وفيها الكلام ده احنا عارفينه مليون في المية ولكن وأنا قلت دايما ودايما بقول وما زلت بقى وكر ليه يعرف ياخد حاجة من النادي الأهلي أو النادي الأهلي يعرف ياخد من أي حد حاجة ياخد بالمناسبة يعني أنا ما زلت عند كلامي وما بغيروش ولكن فيه كلام كتير غلط بيتقال وفيه إشعاعات بتطلع علشان تتركب في اتجاه معين زي هذا الموضوع زي ما قولت لحضراتكم الفيفا أعلن مشاركة بعض أو أعلن قوائم الفرق المشاركة في المونديال ويعني هتلاقي بقى الأخبار والشائعات زادت خلال هذه الفترة ومرة تانية من فضل حضراتكم خلي بالكم من الكلام الكتير اللي بيتقال فيه هذه الأيام وشوفوا أو الدايرة ماشية إزاي شوفوا الدايرة أو شوفوا الأمور ماشية إزاي يطلع خبر من هنا يقوم معلقين عليه من هنا يقوم معمول من هنا تلاقي الموضوع راح في حضن جمهور النادي الأهلي في جمهور النادي الأهلي من حقه طبعا لأنه عارف ناديه وعارف طريقة ناديه إن هم بيحاولوا يحافظوا دائما على كل اللي اللاعبين ولكن في النهاية ما عنديش مشكلة ولكن جمهور النادي الأهلي بيشوف وبيلاقي كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا بيقيم الأمور وبيبقى عارف إن اللي بيحصل ده أي كلام أي كلام